في الفيديو ده احنا نتعلم ازاي نعمل ديول بوت او اقلاع مزدوج لنظام ويندوز ومعايا النظام ابونتو او لينكس منت بأسهل طريقة ممكنة ومعروفة خليكم معايا اهلا وسهلا بكم براحب بكم في فيديو جديد انا محمد غرابي طيب الشرح بتاعنا النهاردة حيتطلب نعمل ثلاث حاجات في البداية اول حاجة هي ان يكون عندنا نسخة من لينكس منت او توزيعة ابونتو والشرح ده مناسب لابونتو وكل ما بني عليها اي توزيع مبني على ابونتو مناسب جدا اللي انت تنفذ معها الشرح ده تمام صفحة تحميل لينكس منت هنا بيجيب اكتر من اصدار السينامون اديشن تمام وده النسخة اللي انا هشتغل بيها تمام فيه كمان نسخة اكس اف سي اديشن ده اللي بتيجي بوجهة لايت ويت ديسك توب انفيرومنت بتيجي بوجهة خفيفة جدا اسمها اكس اف سي اي مناسبة اكتر للاجهزة القديمة او الهاردوير او العتاد بتاعها بسيط تمام وفيه نسخة اسمها ميت اديشن المهم انا المفروض احنا هنحمل النسخة اللي هي السينامون اديشن تمام تاني حاجة هنحتاج اللي احنا نعمل نخصص مساحة لتثبيت اللينكس منت هنيجي نضغط رايت كليك على زر سترة مينيو وبعد كده نختار ديسك مانجمنت هنيجي على اي درايف يكون فيه مساحة فاضية وناخد منه نعمل شرينك فوليوم ناخد منه مساحة مخصصة لتثبيت اللينكس منت انا شخصيا بنصخ انك تخصص من 30 ل 60 جيجا على حسب استخدامك لكن في الشرح ده انا هحدد 40 جيجا للدرايف الخاص بلينكس بنكتب المساحة هنا وليكن 40 الف ميجا مثلا او ما يقرب في حدود 40 جيجا او 30 جيجا على حسب المساحة اللي موجود عندك وبنضغط على زر شرينك بتظهر هنا عندنا المساحة اللي احنا قصناها من الدرايف سي تمام هنسبها زي ما هي انا لوكيتد بدون فورمات وضروري جدا تسيبها بدون فورمات تمام بعد كده هنحتاج ضروري جدا الملف الايزو الخاص بلينكس منت علشان نعمل بوت منه طيب هنعمل بوت منه زي ما تحب الطريقة اللي تريحك اما ببرنامج روفوس على فلاشة او ببرنامج فنتوي او عن طريق الطريقة اللي هي المالتي بوت اللي احنا شرحناها قبل كده هحطولكم اللينك بتاعها تمام ودي بكل بساطة ان انا بعمل رستارت وقدر ادخل على قايمة للبوت اقدر اعمل بوت من اي ملف ايزو موجود على الجهاز عندي بدون فلاشة وبدون ما استخدم اي برامج اضافية تمام فهنخلينا نعمل رستارت لجهاز الكمبيوتر علشان نعمل بوت من الفلاشة انا هنا علشان بستخدم بيئة افتراضية ففتح معي البوت مانجر بالطريقة دي فهنختار ملتي بوت منيو علشان نقدر نعمل بوت من ملفات الايزو اللي موجودة لوكالي بعد ما بيفتح معنا البوت بنختار الدرايف اللي بيكون عليه الملفات الايزو بالنسبة لعندي انا الدرايف اللي اسمه داتا تمام وبعد كده هختار الملف الايزو الخاص بلينكس منت ندوس انتر وبعد كده نختار بوت فروم ايزو وبعد كده نختار ابونتو لايف هتفتح معنا البيئة الحية او اللايف سدي او اللايف انفيرومنت الخاصة بنظام linux mint نقدر طبعا نتعرف على النظام ومكوناته من خلال البيئة اللايف دي وبعد كده المهم اللي هيهمنا ان احنا نعمل install نفتح الانستولر الخاص بlinux mint بتضغط على الايكونة install linux mint هيفتح معنا الانستولر بالشكل ده هنضغط continue وبعد كده نضغط continue تاني مرة هنا بتحط علامة صح لو انت حابب تنزل المالتيميديا الكوديكس اللي بتسهلك التعامل مع ملفات المالتيميديا او الوسائط لكن انا هنا علشان يعني بستخدم بيئة افتراضية للشرح فقط مش هختار الاختيار ده وحضغط على continue بشكل مباشر هنختار الاختيار الاول اللي هو الافتراضي install linux mint alongside windows boot manager ده الاختيار اللي هيخلي linux mint يتثبت جنب ويندوز وبعد كده نختار install now هو الانستولر هنا بشكل افتراضي قدر ان هو يتعرف على المساحة اللي احنا حددناها تمام حنقول له continue بعد كده هنختار المنطقة الزمنية الخاصة بنا تمام انا بالنسبة له هختار كايرو تماما بعد كده هضغط على continue هنا بتحط اسمك وهنا بنحط اسم الجهاز وهنا بنحط اسم المستخدم وهنا بنختار password وبعد كده بنضغط على continue بننتظر شوية وقت لحين ما الانستولر يخلص تثبيت توزيعة linux mint جنب نظام الويندوز والمسألة ما بتاخدش وقت اطلاقا ممكن خلال دقيقة او اقل من دقيقتين وبيكون الانستولر خلص بعد الانتهام من عملية التثبيت هنضغط على restart هناو بعد كده هيزهر قدامنا الجنو grab او محمل اخلاع خاص بلينكس وفي الاختيارات اللي احنا شايفينها اول اختيار طبعا بيخلينا ندخل للينكس mint ببطارية مباشرة وتالت اختيار اللي هو ويندوز بوت مانجر هو ده اللي بيخلينا ندخل على النظام الخاص بويندوز طيب خلينا نختار اول اختيار علشان خاطر ندخل نشوف اللينكس منت جميل فتحت معانا اللينكس منت هنحط البسورد اللي احنا اخترناه واحنا فيه بنثبت النظام بعد كده نضغط enter دي شاشة ترحبية من نظام اللينكس منت تمام خلينا نقفلها ونقدر نشوف الدنيا ونستكشف النظام زي ما احنا حبين وزي ما احنا عايزين خلينا الاول نشوف الفايلز طيب الفايلز هنا بيفتح اوتوماتيك على اليوزر الخاص بينا تمام ولو نلاحظ هنا هنا موجود الدرايف المالتي بوت اللي انا عامل بوت منه والدرايف الداتا اللي هو كان عليه الملفات بتاعتي وكمان الدرايف الخاص بنظام الويندوز طبعا نظام لينكس يعني نظام متكامل غني عن التعريف احنا مش بصدد ان احنا هنتكلم عن توزيعة لينكس منت بالتحديد في الفيديو ده لكن خلينا نعمل رستارت لجهاز الكمبيوتر وندخل للويندوز نشوف هندخل للويندوز تمام هنختار ويندوز بوت مانيجر زي ما احنا شايفين هيفتح معانا نظام الويندوز ديميل جدا كده النظام فتح معانا واصبح عندنا ديول بوت او اقلاع مزدوج نقدر ندخل منه على لينكس منت او اي توزيعة زي ابونتو او ما بني عليها وكمان نقدر ندخل على نظام الويندوز ويكون النظامين الاتنين موجودين معانا على جهاز واحد بدون ما نضطر ان احنا نعمل تقسيمات الهاردات والامور اللي هي بتبقى صعبة في التسبيت لو استفدتم بالفيديو ياريت تدعمونا بالضغط على زر لايك وتشتركوا في القناة لما كنتم مش مشتركين ومهم جدا تفعلوا زر جرس التنبيهات علشان يوصلكم مشاعر لما يكون في فيديو جديد نعموكم بالضغط على زر شكرا او سوبر سانكيس هيكون محل تقدير كبير شكرا انيكم ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة